نعم فكانت عندنا سفرة في هذاك الوقت مدتها اسبوع للرياض مع أخوي الفنان طارق العلي الاسبوح هذا أنا استأذنت ان سافرت تشري ما حضرت محاضرات واستأذنت أنا وعطوني للغرين لايت رئاسة القسم التمثيل في هذاك الوقت وقالوا لدربك خضر والفنان طارق العلي كلمهم كذلك وصلنا هناك ولدقين الربيع ترى صار لك حرمان ها شون شدي 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 زين المسؤول الكذا يوم هذا اتش اقول انت كله غايب قلت مو مسأذن فهذه يعني اللي انأخذت لا متواجدين وكان زملاء وملحقين احنا حتن على اللي كانوا مسائي أنا أيام قبل اديش المحدة تواجد في 24 ساعة في هذاك الوقت بالتسعينات واول الالفنان هل كنت تعتقد في ذلك الوقت انك انت ياي نجم فبالنسبة لك وجودك في المحد مكانهم لا يشهدون علي الزملاء يشهد علي يشهدون علي الدكاترة ايضا الزملاء منهم من الزملاء اللي كان دكاترة اتيك استاذ بس ارد على هذه انزاني يشهدون علي ان انا ذاك الوقت كنت اقول لهم انا بره اعتبت باب المعهد خالد البريتي ولكن من ادخل الى باب المعهد انا اسمي خالد سعود العاصمي كطالب اهني ادشان عندكم ولكن بعد ما اخرج انا هذا كياني وهذا يعني حقي انا ولكن داخل المعهد انا مجرد طالب ما كانت في عندي هذه الرؤية ولا هذه منهم من الصداقات اللي كانوا موجودين معاك دكاترتك في المعهد وايد 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 امسي عليهم بالخير وايد وايد ما بيقول احد وانسى احد ولكن يعني دكتور استاذ خالد امين عندك استاذ هاني النصار احلام حسن وجلهم طبعا تحييه كلهم كلهم والله ما ودي اطري احد واخلي احد لان عندي بالموسيقى وعندي ما لنظري وعندي البعض يقول البعض يقول ان في من صفح سابه معك هل هذا الكلام صحيح لا والله لا بالعكس لا لا بالعكس الصحيح بالعكس كانوا ينحرجون لما انا اطيح عندهم لانا ساعات لما يصير عندي عمل واستاذن ويصير علي غياب مضطرين يجل الغياب عن جميع الطرفة خصوصا اخوك خالد امين يعني كان واحلام حسن فكانوا يتوهقون في هالشغلة هذي نعم نعم انه يعني يبقى يقعد قلت له بعد شغلة وشغلكم تعرفونه موسيقى